عندي هنا الرز المعمر اللي احنا عاملينه فيه اطباق راك وهوريها لكم ان شاء الله على التقديم على طول يعني ولا توديه مين ولا توديه شمال على التقديم على طول تبدأ ان انت يتقديه تقدميه فده اللي احنا كلمنا فيه اللي الاطباق دي بصراحة غيرت مفهوم الاطباق خالص الصيني نهائي حاجة بتخش الفرن نهية تطلع يعني تستخدميها بايركس في الفرن تستخدميها على النار تحطيها تقدمي فيها خضار تحطي فيها حلو كل حاجة تشتغل فيها ما شاء الله الاطباق دي عدوا بقى هنشوف عندنا الرز اللي احنا هنعمله المعمر بص ازاي هنعمله في اطباق راك حط عندي رز كباية من الرز قادي الكوباية هيت تمام على لتر من الحليب يبقى اول حاجة كوباية من الرزة هيت وبعد كده قوم خطط عليها لتر من الحليب قادي نص لتر وقادي النص التاني جميل كده وقوم سايبهم عندي على النار قبل ما حطهم عندي على النار بس سبهم يتنقعوا لمدة ساعتين اتنين عشان تعمل طريقة رز معمر حلوة خلي بالك رز معمر بيعتمن على الحليب اكتر يعني الحليب افضل هو يعني بنسبة تسعين في المية هو الرز المعمر الحليب نفسه في حليب في السوق بصلاحة بحس اللي هو لبن بودر وعلى مية وحوارات كده فيه مش حسين اتكلم خلينا بايه الحليب يا جماعة الطبيعي بيبان بيمان من لونه بيمان من الطعم بيمان من اللون وبييمان من الطعم بتاعه فانت خلي بالك اما حاجة من موضوع الحليب ده هو ده اساس الرز المعمر حديك بتجيبيه وتنقع الكوباية على لتر متن الحليب وتقوم سايبها كده في ايه في جنب عندنا دلوقتي ادي الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها وممكن لنا يعني اطعامها بسنة من الاشتاء يعني عاوزة تطعمها بسنة من الكريمة كريمة الطاهي ممكن تطعميها لو عندك الحليب شكة فيه ده بالرزة هوة الرزة المعمر بعد ما تنقع كويس نقوم رايحين عندي على النور بسم الله واخدين عندي اللتر من الحليب على كوباية رز ويغلي عندي على النار بقى احنا دلوقتي شغالين في الايه في الرز المعمر حطينا اللتر من الحليب على كوباية من الرز طيب اطعم بايه بقى بسنة ملح بسيطة تمام وقوم ايه سايبها وبعد كده يغلي غلوتين قوم ادينه معلقة سكر وابدأ اللي انا حط عليه القشطة وحط عليه الزبدة وزبطه ونزبط بقية المكون حط عندي معلقة زبدة حلوة هنا كده على الرز وهنا حطينا الملح صح حقوم حطت عندي شوية سكر شوية سكر مع الملح تمام ولا هو حادق ولا هو ايه مسكر هو انا ما بحب تحبيه كده جور ربيه شو فيه عندي بتحبيه عايزة بسكر زويد السكر احط معلقة واحدة مع شوية ايه ملح وحطينا زي ما اتفاقنا الحليب كويس جدا مع الرز لمدة ساعتين بعد كده خدناه ومحطناه مع النار دينام غلوة بس انا نسيت عليه شوية وهفار مني بس ما فيش مشكلة تقوم واخد عندك اطباق ريك اللي احنا زي ما اتفاقنا بتروح فين على الفرن تقوم واخدها كده وصب فيها الحاجة ديت ونبدأ اللي اعنا هي تنحطها هنا ونسيبها خمس دقايق تمام ليه بقى بسيبها خمس دقايق عشان تعمل طبقة من فوق القشطة القشطة اللي فوق تعملها وتديني طبقة قشطة محترمة مع الزبدة اللي نحطنها معلات قشطة كده صويرة على كل واحدة تمام اطباق زي ما اتفاقنا تجي بيها هتشرفك اطباق رجل دي تجي بيها فعلا لبنتك هتشرفك حاجة محترمة جدا منتج طبيعي منتج صحي بيقعد بالسنين مايتجرحش امراكي الصنع اشكاله كتير قوي تقدري تختار الشكل اللي انت عايزاه نبدأ ناخد اهوة ونروح فين عندي على الفرن بعد ما يطلع من الفرن المنتج قدام حضركة هو اطلع تعالي نشوف الملمس بتاع نفسه اللي انا عامله اهو بص الملمس نفسه بتاع الرز المعمر عامل ازاي بص ما شاء الله بالهنة والشفة يعني حاجة كده تعجبك بجد والاهم حاجة الرزة ايه تسي بيه ساعتين ده مهمة قوي شارة بالاول مع عشان ليه بقى بنعمل عن موضوع ده لما نيجي ندخل الفرن سعب نلاقي الرزة الازق تحت والجزء السايل فوق فده عشان يزبط معاك الدنيا اكتر موسيقى